ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتراف دول وحكومات إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية وفي كلمته خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة دعا الرئيس السيسي دول العالم بأن تحدوا حذوى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية وأن يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ وود أن نسمن في هذا الصدد اعترافات دول وحكومات إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية وادعوا باقي دول العالم إلى أن يحزوا ذات الحذو وأن يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ جانب العدل والسلام والأمن والأمل